سلسل لي لا بأن علي مهتمتش بكلام عمها اللي كان قاله لها في الحلقة الثالثة لما قال لها ما تيجيش الشغل تاني وتخضيلك أجازة لمنذ شهر بدون مرتب هي مهتمتش بكلام عمها وفي تقريته بيقول كلامه خلاص لما ترحت المصنع تاني يوم لقيت الأمن هناك بيقول لها ممنوع دخولك المصنع فعلي استغربت قال لها عمك أمر بكده وقال ما تخشوش المصنع فحتى الناس اللي شغالين في المصنع يعني لما سمعوا الكلام ده استغربوا وقالوا إزاي يحصل كده ده مصنع بابوها بابوها أصلا شريك في المصنع فعالية كانت مدايقة جدا ومستئة من اللي حصل بس يعني فضلت تهدي في أصحابها اللي هما شغالين في المصنع يعني قالت لهم دي فترة وهتعدي وهرجع المصنع من تاني بس هي كانت مدايقة جدا من جواها يعني بس ما بيانتش الحال ومشيت في مشهد تاني بنلاقي ابن عمها رحها لبابا وقال له انت ليه عملت كده في عالية من فاش تطردها من مصنعها هو أصلا يعني بابا بيعمله بنفس طريقة والدة عالية اللي كانت بتعملها بيها حتى هنلاقي برضو ابنه كان بيقترح عليه يعني قال له ان هو يطور حاجاته في المصنع بس هو ما سمعش كلام ابنه وقال له هو المصنع هيفضل كده إذا كان عجبك وفي مشهد تاني بنلاقي نبيل بيروح نبيل دوت له عم عالية يعني بيروح لولدة عالية وبيحكي لها على اللي حصل وعلى اللي عمله مع عالية بس هي قالت له انت كده كنت قاسي معاها الطريقة دي كانت شديدة عليها فهو قال لها لأ ده كان لازم اعمل كده علشان ترجعلك وتعيش معاك قالت له اه اه انا فعلا مش عارف اعيش لوحدي وقرفانة كده وزهقانة ومتقصرة جدا ومش عارف اعمل اي حاجة ولا عارف ااكل ولا اطبخ ولا انام وحشاني جدا قال لها على فكرة اللي انا عملته ده هيخليها ترجعلك لان هي اصلا ملهاش مصدر دخل التاني دلوقتي وده هيكون حافز انها ترجعلي اه ونبيل هنلاقي اصلا هو بيحب سهير اه وهي مش في تمخها الموضوع دوت وعملة نفسها مش وغدة بالها وبتتكلم معايا عادي جدا بتقول له اعمل لك شي ولا اعمل لك قهوة بتتكلم معايا بطريقة عادية اه وبنلاقي في مشهد تاني عالية بقى بتروح لصحابها وبتقول لهم على اللي حصل وعلى اللي عمها عمل وعملوا فيها يعني وهي كانت من ديقة جدا وقالت لهم يا جماعة انا عايزة اشتغل اه لازم يكون في مصدر دخل اصرف منه يعني وكمان من شروط المسابقة اني لازم اشتغل اه بس انا محتاجة برضو فلوس عشان اصرف منها اه فجا واحد من صحابها يعني بيقول لها طيب يا عالية ما انت بتحب التصوير ايه رأيك تشتغلي في التصوير اه قالت له اه دي حكوية جدا بس فلوسها بتيجي متأخر انا عايزة حاجة اخد منها فلوس حاليا واصرف منها فجاة صاحبتها بتقول لها طب ايه رأيك في شركة للبنات كده زي اوبر وكريم توصيل حلوة جدا اه والفلوس بتاخدها على طول قتلها اه دي فكرة كويسة جدا اه وكده بنتهي المشهد دوت وبيجي المشهد تاني بنلاقي عيد ميلاد خالتها عيد ميلاد هالا اه وصوهير رايحة لهالا وجايبالها هدية وبتقول لها كل سنة وانت طيبة وبنلاقي مشهد تاني برضو هالا بتخرج مع الشاب زميلها دوت في الشغل اه دوت كان نزير معها في حلقة قبل كده هو اصلا بيحبها وعايز يتجاوزها وعلاقتهم في السر ما حدش يعرف عنها حيجة هما كانوا مخبين عن الناس ومش عايزين يقولوا لحد حيجة اه هو بيقول لها انا بحبك وعايز اتجاوزك اه قالت له ماينفعش انا اكبر منك بعشر سنين الناس هتقول ايه اه اهلي هيرفضوا اه هو عنده 35 سنة وهي عندها 45 سنة اه وماينفعش انا اكبر منك قال لها الفرق ده ملوش اي لازمة والكلام ده كان قديم قوي اه انا بحبك وانت بتحبيني اه فماينفعش اللي انت بتقولي دوت الكلام ده قديم وانا مبهتمش بالكلام ده وكان جايب لها هدايا لعيد الميلاد يعني من ضمن الهدايا دي جاب لها خاتم وطلب منها الجواس وبنلاقي مشهد تاني عالية بتبقى قعدة في المطعم مع رشدي صاحب المطعم وعملين يتكلموا ويهرجوا هي عالية بقت صاحبتهم جدا واخدت عليهم في فترة يعني مش طويلة فترة بسيطة خالص وبقهم صحاب بقوا بيهزروا ويهرجوا مع بعض على طول يعني وهي حبة المكان جدا اه وبالليل بقى بتقابل كريم كريم دوت يعرف خطيب صاحبتها اه كانت بقى بتتكلم معي في الشغل وانها بتعرف تصور وعايزة تشتغل في التصوير هي قالت انا اشتغل في التصوير واشتغل حاجة تانية برضو واصرف منها على نفسي يعني اه فهي كانت قاعدة معي كانت قاعدة مع كريم دوت بس حسين بقى ابن صاحب المطعم كان قاعد عمال بيبص عليها واخد باله منها جدا رغم ان هو كان يعني معي واحدة قاعدة معي بس ما نعرفش يبقى دي مين اه صاحبته حبيبته اخته ما نعرفش مين اه وهو كان قاعد حسين دوت جاله تليفون اه التليفون دوت كان فيه انه والده وكان تعبان يعني وعمال يتكلم بصوت عالي بيقول ايه بابا ماله في ايه اني مستشفى علي اخدت بالها من الكلام ده ومن اللي حصل يعني هو مشي حسين راحل لمستشفى البابا اه وبابا كان عايز يخرج من المستشفى بس حسين قاله ما ينفعش انت تعبان ولازم عملية وانا هفضل جنبك لحد لما تعمل العملية اه وفضل يتكلم معي كتير علي بقى قدمت في الشغل في الشركة النسائية دي للسواقة وخلاص عملت الانتروفيو وقبلوها يعني وتشتغل معهم هي شركة يعني زي اوبر وكريم كده وبعد كده بقى روش دي كانوا حسين قاعدين يتكلموا في المستشفى آآ علي جات عليهم آآ وهما بيتكلموا مع بعض آآ فكانت آآ ان هو كان عمال يقناع فيه يعني بالعملية آآ وان هو لازم يعمل العملية آآ فعاليا جات آآ لقيتهم قاعدين بتكلموا فقال لها بقى اقنعيه انت كمان بالعملية وكده آآ فعد تتكلم معي هما خدوا على بعض جدا وقعدوا يهزروا رغم انهم اصلا علاقتهم ببعض علاقة يعني ما يعرفوش بعض من وقت طويل كان العلاقة من وقته قصير بس اخدوا على بعض جدا اه فبنلاقي برضو في مشهد تاني ان صاحبتها صاحبت عالية قاعدة مع والدتها اه والدتها بتقول لها انت لازم تقطعي علاقتك بعالية اه ماينفعش كده اه ماينفعش التعرفي واحدة اه ما يعني سابت اهلها ومشت اه وراحت تبعيد عنهم قالت لها لا انا مش قدر اقطع حلاقتي بعالية اه انا عالية دي صاحبتي قطبها كان قاعد معها في الوقت دوت برضو اه وعالية عمالة اتصل عليها فراح الجاية هي اه كان سلت عليها مرة واثنين فقالوا لها انت مش لازم تصع بيها لازم تقطع علاقتك بيها فراح الجاية واخت التليفون ورايحة بعيد كده اه فقالت لها معلش يا عليا انا مش هقدر ارد عليك دلوقتي اه كلميني في وقت تاني اه فعالية راح الجاية ضيئة جدا من الكلام دوت تقريبا سمعت يعني اه والدتها واخطبها وهم ما بيتكلموا فقالت لها انا اصفا انا اتصلت بيكي اه في وقت اه مش مناسب اه سوري فراح الجاية عليها جت متأثرة جدا باللي حصل وكمان صحبته هيا بتحبها عليا بس اه خطبها واماميتها ضغطوا عليها اه فاهيا تقفل معيها كانت بتتمع وعاليا بوردو في نفس الوقت كانت بتدمع وبكده بينتهي المشهد بتاعنا اه الحلقة بتنتهي بالمشهد دوت اه ان شاء الله سوف أقوم بعمل الحلقة الخامسة في ملخص سريع